السلام عليكم الحرس الثوري أمريكا تعمل على خلق قوة رضع لمواجهة إيران إذا لم تكن مشاركا في القناة في الشركة وإذا كنت من المشاركين لا تسل إعجاب بهذا الفيديو كشف مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني في تصريحات أدل بها يوم الخميس عن قيام أمريكا بإتخاذ خطوات بهدف خلق قوة رضع لمواجهة إيران وقال نائب قائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي اليوم الخميس خلال اجتماع لقادة الدفاع المقدس في مدينة أصفهان وسط إيران إن أمريكا بصدد خلق قوة رضع في مواجهة إيران مؤكدا أن الحرس الثوري يشكل الجبهة الأمامية ليس فقط في الحرب لأن القوى العسكرية تشكل فقط أحد من جوانب الحرس الثوري وقال العميد فدوي منذ يوم الأول للثورة تحرك كل شياطين العالم بزعامة أمريكا الهجوم ضد الثورة معتبرا أن الدول التي واجهت بلاده هي عبارة عن اثحاذ غير مسبوق في الثاريخ ضد جبهة الحق وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري إن الميزانية العملية والاقتصادية والعسكرية لإيران يفصلها مدى شاسع مع الدول الغربية ولكن الله هو الذي يحدد النتائج ولذلك نحتفل بالذكرى السنوية الثانية والأربع لانتصار الثورة وفي التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية اعتبر القائد الإيراني أن الدفاع والرذع من أركان القوة وأن أمريكا أعلنت بشكل صريح أنها بصدد خلق قوة رذع في مواجهة إيران فالعدو كان يدرك أنه إذا بدأت الحرب مرة أخرى فإنه سيتكبذ أضرارا كبيرة على حد تعبيره ونوه القائد الإيراني إلى أن الحرس الثوري ليس مجموعة عسكرية فقط ولا يرتبط فقط بالحرب بالرغم من أن الجانب العسكري هو أحد أهم جوانبه وأن الحرس الثوري يجب أن يدافع عن الثورة الإسلامية في الأخير داكوتو من المهتم بالنوع من الأخبار لا تنسوا للشراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا